أحداث أليمة يمر بها السودان أدت إلى كوارث إنسانية واجتماعية خطيرة نقص في الأدوية والغذاء وانقطاع الماء والكهرباء إضافة إلى السؤال عن المختفين هذه الحالات وأكثر تحولت من مهام ترعاها مؤسسات الدولة إلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي يبدو أنها لعبت دور البطولة من خلال ناشطيها الذين لا أعتقد أنهم كانوا يجدون لحظات للراحة هذه الفترة التي تشهد متغيرات كبيرة كل لحظة فتحولت حساباتهم الشخصية إلى مراكز للإغاثة ميلاد وطلبات لمياه الشرب أو وسائل مأمونة للتنقل سنرى بعد مثل هذه التغريدة أو هذا المنشور الذي يبحث من خلاله شخص ما عن وصيلة لتنقله إلى مكان آخر آمن أكثر هذه الطلبات التي لم يكن لها طريقة أخرى لطلبها أصبحت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي برحساب شوشو مجيد واحتياجات مستشفيات على فكرة حتى طباء ممرضين كانت أيضا يطم طلبهم والسؤال عنهم من خلال صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه التغريدة التي تخبر عن الوضع الحرج في المستشفى الدولي وتزايد الإصابات والحوجة كانت لأخصائيين جراحة أشعة وتخدير وغيرها أما الطلب الأصعب كان ميلاد هو هذه المنشورات هذه ربما أنا اخترت واحدة منها ولكن المنشورات التي كانت تتحدث عن حوجة لاختصاصيات في الطب النسائي أو قابلات يعني بسبب الأحداث التي حدثت كان هناك العديد من حالات الولادة المبكرة ويعني ربما حتى الحالة النفسية كانت تؤدي أيضا لولادات المبكرة يعني بسبب الخوف والضغط النفسي التي تعانيها النساء بأثناء الحروب يعني هذه تشير إليها دائما الأحصاءات على أنه بيصير فيه هناك ولادات مبكرة وحالات طوارئ بهذا الإطار صحيح هو بالضبط طلبات الإزعاف لإزعاف المصابين أيضا لأنه بنعرف أنه كان فيه أحداث وأشتباكات هنا وهناك وللأسف كان العديد من المدنيين ضحيتها فكانت طلبات الإغاثة لأنه تصعب الحركة جدا للطلبات الإزعاف المصابين أيضا كانت تنشر عبر صفحة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انهيار النظام الصحيح الحالات الطبية المتعددة أدت إلى ظهور مبادرات سجل من خلالها طباء متطوعين أرقام هواتفهم ليتلقوا الاستشارات العاجلة ولو عبر الهاتف لأنه كان مستحيل الحركة والتنقل من مكان إلى آخر ميلاد ولم تخلوا المنشورات والجميع خائف من محاولات لطمأنة الجميع وإعطاءهم بعض السكينة مثل التغريدة التي سنشاهدها الآن ربما الآن يتم تحضيرها أن الله لن يتخلى عنا وأننا سنكون بخير يعني ميلاد تخيل أنه تكون خايف وتحاول أن تقدم الدعم للآخرين مهتم أنه اسمع رأيك في هذا الجانب تعفق دائما عندما يعني مثل ما بيقولوا تكثر المصاعب والشدة بيختبر الإنسان أول شيء طاقات مختلفة عنده قدرات مختلفة عنده وأيضا وعي مختلف أنا عندما رأيت وتبعت عبر وسائل التواصل كيف يسعى الأطباء والناس وأحبابنا بالسودان كيف يسعى رغم كل هذا يعني رغم كل ما يحدث ورغم القصف ورغم النار أنه يظلوا متماسكين ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهذا إذا بيدل على شيء بيدل على أنه شعب يستحق الحياة ويستحق الفرح ويستحق السلام ويستحق أنه يكون بهناء وبراحة بال اللي صار ولي شاهدناه عبر مواقع التواصل هالناس كيف حاوله أنه تتشبك ببعضها وأنه تضل عم تعطي ولو أمل عبر مثل ما قلت نشر رقم واتساب أو أنه نحن هنا نحن بأمان رغم أنه كل شيء حدث فجأة وما عادت الناس قادرة تطلع من بيتها وما عادت الناس قادرة تحصل على الماء أو على الأكل أو ما تعرف كل شيء أن يأتي عبر مواقع التواصل هذا النوع من السند أظن أنه هذا شيء كتير مهم